الحلقة الأولى اللغة العربية الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وحدة ألعابنا وهواياتنا الدرس السادس حرف القافي ثانيا التحدث والقراءة التحدث لنتأمل الصورة بانتباه ماذا نشاهد في الصورة؟ في الصورة خزانة لعب ممتاز أين وضعت اللعب؟ وضعت اللعب في أدراج خزانة اللعب نعم أحسنتم أبدي رأيي في طريقة وضع اللعب في مكانها اللعب موضوعة في الخزانة بنظام وهذه الطريقة في وضع اللعب جميلة لأنها تحفظ اللعب من الضياع والتلف بارك الله فيكم أين أحفظ لعبي؟ فكروا في هذا السؤال جيدا أما الآن فسنقرأ نصا جميلا القراءة أولا أقرأ النص مع المعلم رحاب تحافظ على لعبها في غرفة رحابة لعب جميلة فهذا قطار سريع وهذه سيارة زرقاء تقودها عن بعد وتلك سماعة تقيس بها نبض دميتها تحب رحاب لعبها وتحافظ عليها وتضعها في خزانتها بنظام بعد اللعب مساء الجمعة زارت أميرة رحابة لتلعب معها قالت أميرة ما أجمل لعبك يا رحاب إنك تحسنين المحافظة عليها شكرت رحاب أميرة وقالت لها تعالي نلعب بالقطار فقالت أميرة حسنا إنها لعبة مفضلة قضت البنتان وقتا جميلا في اللعب ثم أعادت رحاب لعبها إلى الخزانة بنظام رحاب تحافظ على لعبها في غرفة رحاب لعب جميلة فهذا قطار سريع وهذه سيارة زرقاء تقودها عن بعد وتلك سماعة تقيس بها نبض دميتها تحب رحاب لعبها وتحافظ عليها وتضعها في خزانتها بنظام بعد اللعب مساء الجمعة زهرت أميرة رحاب لتلعب معها قالت أميرة ما أجمل لعبك يا رحاب إنك تحسنين المحافظة عليها شكرت رحاب أميرة وقالت لها تعالي نلعب بالقطار فقالت أميرة حسنا إنها لعبة المفضلة قضت البنتان وقتا جميلا في اللعب ثم أعادت رحاب لعبها إلى الخزانة بنظام القراءة أولاً أقرأ النص مع المعلم رحاب تحافظ على لعبها في غرفة رحاب لعب جميلة فهذا قطار سريع وهذه سيارة زرقاء تقودها عن بعد وتلك سماعة تقيس بها نبض دميتها تحب رحاب لعبها وتحافظ عليها وتضعها في خزانتها بنظام بعد اللعب مساء الجمعة زارت أميرة رحاب لتلعب معها قالت أميرة ما أجمل لعبك يا رحاب إنك تحسنين المحافظة عليها شكرت رحاب أميرة وقالت لها تعالي نلعب بالقطار فقالت أميرة حسناً إنها لعبة المفضلة قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب ثم أعادت رحاب لعبها إلى الخزانة بنظام قطار قطار زرقاء زرقاء تقودها تقودها تقيس تقيس قالت 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 بالقطار بالقطار فقالت فقالت قضتي قضتي وقتاً وقتاً ثانياً أفهم النصة السؤال الأول ألون مربع الكلمة المناسبة تضع رحاب لعبها بنظام في حقيبتها خزانتها حقيبتها خزانتها خزانتها أحسنتم تضع رحاب لعبها بنظام في خزانتها لعبة أميرة المفضلة هي القطار السيارة القطار السيارة القطار بارك الله فيكم لعبة أميرة المفضلة هي القطار السؤال الثاني أصل القول بصاحبه أصل القول بصاحبه تعالي نلعب بالقطار ما أجمل لعبك تعالي نلعب بالقطار ما أجمل لعبك أميرة أميرة رحاب أميرة رحاب رحاب البنت التي قالت تعالي نلعب بالقطار هي رحاب ممتاز والبنت التي قالت ما أجمل لعبك هي أميرة أحسنتم السؤال الثالث أرتب الجمل كما وردت في النص أرتب الجمل كما وردت في النص قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب في غرفة رحاب لعب جميلة تحب رحاب لعبها تحب رحاب لعبها قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب في غرفة رحاب لعب جميلة تحب رحاب لعبها إذا رجعنا إلى النص نجد أن الجملة الأولى هي في غرفة رحاب لعب جميلة ممتاز وأن الجملة الثانية هي تحب رحاب لعبها أحسنتم أما الجملة الثالثة فهي قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب بارك الله فيكم السؤال الرابع أصل كل عنصر بما يناسبه أصل كل عنصر بما يناسبه المكان الزمان الشخصيات المكان الزمان الشخصيات المكان 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 هو قرفة رحاب بارك الله فيكم نحن المكان هما رحاب وأميرة أحسنتم السؤال الخامس أضع العلامة صح تحت مراد في الكلمة أعادت أضع العلامة صح تحت مراد في الكلمة أعادت شكرت أرجعت شكرت أرجعت كلمة أعادت مرادفها كلمة أرجعت أحسنتم السؤال السادس أقرأ وأصل الجملة بالصورة المناسبة أقرأ وأصل الجملة بالصورة المناسبة مساء الجمعة زارت أميرة رحاب لتلعب معها مساء الجمعة زارت أميرة رحاب لتلعب معها هذه الجملة تناسب الصورة الثالثة ممتاز قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب هذه الجملة تناسب الصورة الأولى بارك الله فيكم ثم أعادت رحاب لعبها إلى الخزانة بنظام ثم أعادت رحاب لعبها إلى الخزانة بنظام هذه الجملة تناسب الصورة الثانية أحسنتم السؤال السابع أضع دائرة حول الكلمة المماثلة أضع دائرة حول الكلمة المماثلة تقودها هذه سيارة زرقاء تقودها عن بعد هذه سيارة زرقاء تقودها عن بعد تقودها أحسنتم قالت قالت أميرة ما أجمل لعبك يا رحاب قالت ممتاز وقتاً قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب وقتاً بارك الله فيكم السؤال الثامن أقرأ الجملة وأحللها إلى كلماتها باستعمال الشرطة المائلة أقرأ الجملة وأحللها إلى كلماتها باستعمال الشرطة المائلة لنقرأ الجملة معاً مرتين قضت البنتان وقتاً جميلاً في اللعب لنقرأ الآن كل كلمة من كلمات الجملة مرتين قضت البنتان البنتان وقتاً 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 جميلاً جميلاً في في اللعب اللعب أحسنتم كم عدد كلمات هذه الجملة إذن؟ عدد كلمات هذه الجملة ست كلمات ممتاز اللعب السؤال التاسع أقرأ قلم 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 مقص 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 صندوق 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 منقار 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 برقوق برقوق حقيبة 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 أحسنتم يا أبناء الأعزاء شكراً على متابعتكم وانتباهكم نلتقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر